شرير بتاع الملحمة المحترس في أدوار الشرب في رجيس الشرب هو لا هو شخصية الشرير بالمفهوم الأخلاقي مع هذا المسألة هو إنسان تموح ستعلم التعليم أخر وطربي أخرى وسلوك أخر يرى معناتها أنه وقت باش يستثمر في جهته ويبني مسانع ومعامل وبالنسبة ليه أهم من أنه نقعد ومتشبثين بالأرض كيف هو كهو معناتها ما تقدموش منطق ينجم يتناقش معناتها يتصداول وبتبيع سكان القرية اللي خرج هو منها وما يخليهوش يتصرف في في الأرض كما هو يحب ويمنعوه إلى حد القتل وهنا تصير ما تصير المأسات متاع شكون عنده الحق شكون زعما هو مشروعه غالب أنه يحب يبني معامل ومسانة وتزدهر المدينة وتمشي للصناعة يعني كنا نحكي عن تونس اليوم ليس مشاريع نتعاركوا على أدف الأرض ليس منحكيوا على واقع تونس اليوم أنه كل واحد جيب مشروعه واحد منتشبت المشروع لسديم والآخر جيب مشروع جديد فالضحية هو الوطن من تونس اللي هي ما زلت في التجربة أي أكيد أكيد معتهم لأن الصراعة ما هوش ما هوش مننظم فماش في غياب مشروعه وفي غياب كما كان يحكي قبيلة سي محمد كي يوقع تغييب القانون والقانون لا يعلو على ناس كله أو من تبقوه شو كذا نتيحوا في صراعة متاع أذراعك يعلاف وكل واحد يحب يتبق مشروعه بالصيف على المجتمع فمتني وقتها بتبعها باش نتيحوا في صراع ما هوش به باش يؤدي إلى كما تقول أنت الوطنة اللي هو هو اللي محور الصراع لأنه في نهاية الأمر هو اللي خاسر وهذا اللي معتها تحاول أنت بعمل الفني كي منها كنت ترحل السؤال على المتفرج دخله أسكر وشنو يحبه اليوم معتها إحنا 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 مالحلة أكيّد مالحلة ذهب instaur مالحلة ما شيء وفي معمارها وفي قدم متاحها وكل شيء لكن هي مهجورة لانه الناس خيرت انها تمشي للمدينة تمشي للتقرب وينفما اسبيتار وينفما بوستا وينفما تاكسيفان وينفما كذا وهجرت مكان جميل كمن هكا ويرجعوا له كان في مناسبة للمهرجان او انه يجيوا يزولوا اراضيهم ولا يخدموا اراضيهم فقط ومكان كمن هكا من اجمل ما تنجمت راه معاتها استوديو متاع تينما معاتها كبير معاتها لو كان جاءت فما حرص على تنمية الاماكن هذين كل شي راهو اليوم عنا استوديو معاتها يثوروا فيهم العالم الكل راهو معاتها بالمليارات معاتها مكان كما كنجم يدخل الاف المليارات لتونس فمتا لو يوقع التنظيم معاتها قيمة العمل لا يتأكيد معاتها هذي المشكلة معاتها فمتا كل شي احنا ما نركزوهش على الشكل معاتها الشكل مهمناش وتوا في الفلسفة الجديدة في العالم انه الشكل هو بيدو المضمون معاتها فمتا كما مهرجان مثلا رغم اعراقته رغم معاتها كتشوف الجو السعادة اللي يخلقها عند الناس لكن يبقى ناقص تاتير معاتها تبقى اطراف مسؤولة في البلان ما تلعبش دورها الحقيقي في انها تنظم وتأثر مهرجانك من هكا ويبدأ اكثر اراقي اكثر منظم كل متفرج يجي يعرف روحه ويبش يقعد كذا هذا راه سهل باش التعمل يظهرنا حكا احنا قاعدين اكا يظهرنا حاجة صعيبة للك هو سهل لو يكفي انه والنظم والدخول والنظم والمهرجان كالطريق المزيان باش توصل الى هنا وجمالية المكان وكل شيء هي يظهرنا تتحطم غلار وهو يظهرنا نخدم عليه باش الانسان المتفرج حتى كان هو ولد المنطق هالك يجي في المهرجان يجي يلقى روحه قدام تصويره جديد عليه يحس بروحه اكثر مؤثر اكثر سعيد اكثر في حاجة جديدة عليه فهمتا احنا من ركزوش على الموضوع الشكل هذيه استغربت مثلا في قبلي انا الحق انه ثلاثة مهرجانات معتها بين قبلي والحدث الكبير اللي صار في جمنا اللي هو كان بالتوازي مع حدث ثقافي ذو مهم اللي هو البتة متاع ارض ستيل اللي متاع نخل وكذا ولي كانت فيها مشكلة كبيرة ولت النهار البتة فيها عروض فنية وكل شي في دوز مهرجان الشعر وفي قبلي لا نحكيلك على نفس الولاية انا مثلا الفهمتا انه يصير هذي كله مع بعضه نراه انه مثلا انا كنت سعيد بوجود الموضوع هذي هي ثقاف خارج الشي هذيه وفماش ثقافة لان العروض تنتهي وافمار والملاحمة والمسرحيات والعروض الفنية تقعد منها كانت بعض الذكريات والذكرة المهمة لبها الفائدة هي التظاهرة ككل هي الايامات هذيه اللي هي ادزامت مع ايامات العطلة وبداية موسم جني الطمور وكل شي هذا من المفروض انه نخدمه انه نشجع الناس يجيوا للاماكن هذيه انه السياحة الداخلية متاعنا احنا نتعاركوا على جويل يؤوت في كونجيات في الوقتالي هو فاما ثلاثة اشهرة تقصك تشوف معادها انا خليت التوريست في الوتيلي عومه كل شي معادها من المفروض انه معادها طبعا على بوابة الصحراء معادها وانتي على مشارف صحراء زيانة على الدخر وبياذها معادها هالناس عاي خليك ما تنجمش اتفلت ايامات كي من هكذا